اعلنت كندا امس ثلاثاء عن توصلها الى اتفاق الى جانب الاتحاد الاوروبي حول النص الكامل للتبادل التجاري الحر بينهما ووفقا للبيان الذي صدر عن وزارة الخارجية والتجارة والتنمية في كندا فان موظفي الطرفين توصلوا الى اتفاق نهائي حول النص باكمله واصبح بالامكان البدء بترجمة النصوص والمراجعة القانونية الاخيرة للاتفاق وبذلك يتم وضع حد للتأويلات حول امكانية رفض المانيا للاتفاق المذكور الذي صنف على انه الاكثر طموحا والاشمل في تاريخ البلاد اكدت الناشطة ماري ألنا ديفيس على هامش مظاهرة جرت امام مكاتب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في موريال ان توما ميلكير يكمم افواه اعضاء كتلته النيابية في اتوا بسبب ولائه لاسرائيل مشيرة الى ان زعيم حزب المعارضة الرسمية في اتوا يفرض قانون الصمت او ما يعرف بالامر تعلنوا به طلبت مؤسسة الكهرباء في كابك ايدرو كابك من هيئة الطاقة السمح لها برفع اسعار الكهرباء على المستهلكين في القطاع السكني بنسبة 3.9% على ان تدخل الزيادة حيز التطبيق في الاول من نيسان افريل 2015 وبحال تمكنت ايدرو كابك من الحصول على الضوء الاخضر فان الزيادة الجديدة تقدر بقرابة دولارين شهريا للشقة الواحدة او ما يعادل 5.14 سنت للمنزل الصغير الحجم 7.33 سنت شهريا للمنزل المتوسط الحجم وزيادة بواقع 9.46 سنت للمنزل الكبير وعزت المؤسسة الحكومية الزيادة التي تطالب بها الى كلفة انتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح وستعلن هيئة الطاقة عن قرارها بهذا الشأن مطلع العام المقبل شارك عدد مئات من عناصر الشرطة من مختلف البلديات في مقاطعة كابك بمظاهرة حاشدة في مدينة سنت جيلي للتعبير عن استياءهم بسبب التغييرات التي ستطال نظام التقاعد وحمل المتظاهرون اليافطات والملسقات التي تندد بمشروع قانون اصلاح نظام التقاعد الذي طرحته حكومة فيليب كويار وتجمعوا امام مبنى بلدية سنت جيلي علما ان رئيسة البلدية المذكورة سيزان اروا هي رئيسة اتحاد البلديات في كابك واعتبر رئيس اتحاد عناصر الشرطة في مقاطعة كابك دوني كوتي ان اتحاد البلديات في كابك يتسلى خلال السنوات الثلاثة الماضية برسم صورة لعناصر الشرطة على انهم اطفال مدللين يستفيدون من انظمة التقاعد السخية مشيرا بالوقت عينه الى ان عناصر الشرطة ونظرا لنوعية العمل الذي تمارسه من الصعب عليها العمل حتى سن التقاعد هذا ويقضي مشروع القانون رقم ثلاثة والذي طرحته الحكومة الليبيرالية في الجمعية الوطنية بتقاسم العجوزات في انظمة التقاعد بشكل متساوين بين البلديات من جهة وموظفي البلديات من جهة اخرى في سياقنا متصل حثى حزب التحالف من اجل مستقبل كابك وزيرة الامن العام ليز تيريو للتدخل في ازمة انظمة تقاعد موظفي البلديات من خلال دعوة عناصر الشرطة الى الانضباط نعيد التذكير ان عناصر الشرطة عمدت الى وضع ملصقات على سيارات الشرطة فضلا عن المساهمة في اتساخ السيارات عمدا من خلال مسحها بالوحول الى جانب ارتداء عناصر الشرطة لثياب مثيرة للجدل بألوان واشكال مختلفة لتنم بصلة الى الزي الرسمي بمحاولة دائما لرفع حدة الضغط على الادارات البلدية تنديدا بمشروع القانون الجديد حول انظمة التقاعد حتى طائرة بوينج 777 تابعة للخطوط الجوية المتحدة يونيتد ايرلاينز الامريكية بشكل طارئ في مطار هاليفاكس مساء امس الثلاثاء بعد اندلاع حريق على متنها وتمكن طاقم الطائرة من اخماد الحريق بالوقت المناسب انما قبطان الطائرة قرر الهبوط في اقرب مطار لدواع تتعلق بسلامة الركاب ارتفعت الارباح الصافية للشركة الموريالية العملاقة سابوتو بنسبة 6.3% في الربع الاول من العام المالي لتصل الى 145 مليون و300 الف دولار او ما يعادل 74 سنة للسهم الواحد كما ارتفعت عوائد سابوتو بنسبة 20.6% الى مليارين و600 مليون دولار علما ان الشركة سجلت العام الماضي ارباحا صافية خلال الفترة المماثلة بلغت 136 مليون و700 الف دولار وعوائد فصلية بلغت مليارين و200 مليون دولار مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا للمتابعة